اشتركوا في القناة شركتها الخليجة للصناعة البتروكيمويات وكأس مكتب سجل أنساب الخيلة وكأس مكتب السباق فيه وكأس الفرسان المتمرنين وقد قام السيد حمد النعمي مدير العلاقات العامة في النادي بتقديم كأس الفرسان المتمرنين إلى المالك الفائز محمد جمعة فيما قدم مدير مكتب سجل أنساب الخيلة السيد محمد عبد الله كأس سجل أنساب إلى سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى الخليفة كما تسلم سمو الشيخ سلمان كأس مكتب السباق في النادي من السيد منصور توراني ثم قام السيد فاضل العنصاري مدير التصنيع بشركة الخليج لصناعة البتروكيمويات بتقديم كأس الشركة للشوطي السادس إلى المالك كوميل الملاحة وكأس الشوطي السابع إلى سمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن عيسى الخليفة بدأت صباح اليوم ورشة العمل المتخصصة في التسويق الرياضي للأندية الوطنية تحت عنوان إدارة استراتيجية التسويق والاستثمار بالأندية الوطنية وذلك بحضور الشيخ علي بن خليفة الخليفة رئيس اتحاد كرة القدم البحرينية وتشمل الورشة التي يقدمها المحاضر سعد شلبي استاد التسويق والاستثمار رياضي في جمهورية مصر العربية تشمل أربع محاورة رئيسية هي المحركات الرئيسية للعوائد التسويقية للأندية وطرق تشتذى برعاية الشركات بالإضافة لاستفادة من العاطفة في عملية التسويق وإدارة عمليات التسويق بالمنشآت الرياضية سقط فريق المحرقة أمام المنامة بلا شيء مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على الساد البحرين الوطنية ضمن منفسة الجولة السابعة من دور الدرجة الأولى لكرة القدم هدف المنامة الأول أحرزه اللعب محمود عبد الرحمن في الدقيقة الحديث والثلاثين فيما أضاف الهدف الثاني اللعب على حبيب في الدقيقة الرابعة والسبعين يحصد بذلك المنامة أول ثلاث نقاط له في الدور لنما توقف رصيد المحرق عند عشر نقاط فقط في المقابل عاد فريق الرفاع الشرقي لسكة الانتصارات من جديد وذلك بعد فوزه على البستين بخمسة هدف مقابل هدف وحيد أهدف الرفاع الشرقي جاءت بإنضاع عبد الله يوسف بواقع هدفين فيما أضاف كل منه فصل بودهوم عبد الله جناحي وسامي الحسيني هدف لكل منهم جاء هدف البستين الوحيد عبر اللعب هشام منصور بهذا الفوز رفع فريق الرفاع الشرقي رصيده إلى 11 نقطة بينما تجمد رصيد البستين عند 13 نقطة هذا وتختتم مسال يوم منافسة الجولة السابعة بإقامة ثلاث مباريات حيث ستقام مباراة الأهل مع الحالة عند الساعة الرابعة والربعة على الساد الوحرين الوطني تليها مباشرة مباراة الرفاع مع السترة في حين ستقام مباراتها المالكية والحدة على الساد النادي الأهلي عند تمام ساعة السادسة مساء ساعة السادسة المشروعة ترجمة نانسي قنقر